موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضاننا يتجدد دائما بالصحة والسلامة والعافية لجميع مشاهدين الكرام من قناة العراقية نقدم لكم برنامج سلامتك اللي رح نختص بها بصراحة عن سلامتك واخذ بنظر الاعتبار النصائح اللي احنا ممكن نقدمها كمختصين بمجال الصحة معكم اليوم اريد اتكلم عن موضوع مهم جدا اللي اخوة دائما يسألون انا اصوم او ما اصوم الاخر يسأل يقول انا مريض وهل هذا المرض يعيقني من الصيام او هل هذه الحالة انا ممكن انه افطر بيها ويبحثون عن الرخصة اللي خاصة بها طبعا بالمناسبة هذا يقرر كل انسان يعني عاقل مدرك لهذا الامر يعني يقرر انه هو قادر على ان يتم الصيام الا بعض الحالات اللي ممكن نحتاج بها الاستشارة الطبيب بهذا الموضوع لكنه اجتملت على يعني اربع امراض ممكن انه نقف بها بموضوع الصيام ويحددها طبعا اكيد التحاليل المخبرية واستشارة الطبيب المقتص بكل شخص يريد انه يشوف حالة صحية هل تساعد على انه يصوم او لا اول حالات هذه هي الفشل الكلوي يعني اليوم يعني الكلة هي المنفذ الرئيسي لوحدة من اجهزة الطرح المهمة للسوائل والسمية اللي موجودة في جسمنا هذا المشاكل اللي تحدث في كل مجرى يعني بصراحة عندما يقل منسوب هذا المجرى تحدث المشاكل الكثيرة به ولكن اليوم على وجه الخصوص الفشل الكلوي محدة من النقاط المهمة اللي ممكن احنا ننتبه عليها يعني انا بصراحة يعني ما يجيني شخص يقولي انا البلوديوريا اي انه قيمة الملح في الدم تعادل 45 اقول لانت لصوم لانه اليوم انت بحاجة الى ان تدخل كثير من السوائل وبالاخص الماء الى جسمك على موض اني ابقى على انه هذه الكلة تصرف هذه السوائل والسميات الى خارج جسمنا بامان لذلك يعني الفشل الكلوي واحدة من الامراض او الاخوة اللي يعانون من عنده طبعا هذا لا يعني انه اني اسمع من الكلام من نام عندي عبر التلفزيون واتجه الى انه هني ما اصوم لكنه عليه انه يراجع الطبيب المختص بيه لربما حالته تستوجب عناية معينة وعناية خاصة لذلك اوجه واطلب من عنده انه يسأل طبيبه قبل ان يبدأ بالصيام او الافطار واحدة من الامراض الاخرى اللي هي ممكن تكون القرحة بالمناسبة الكثير من عندهم يكون القرحة احيانا احنا عندما ننصوم تكون الصيام الها افضل لكنه اليوم القرحة النشطة نقول عنها قرحة المعدة النشطة او النازفة هذه ايضا من الامراض اللي احنا ما نستطيع انه ننصوم معها لانه راح تبدأ الحوامض اللي موجودة في الجهاز الهضمي في التأثير على جدار المعدة وبالتالي تزيد من عملية او تزيد من النزف الداخلي في هذه القرحة وتسوينا مشاكل صحية لا نحمد عقباحة لذلك يعني مع هذا اعيد واكرر انه علينا انه استشارة الطبيب الخاص بنا على مود احنا لكنه مع هذا انه هي القرحة النازفة يعني من الامراض الذي نتمنى انه يعني صاحب عليها في وشافي ان شاء الله لكنه مع هذا انه من حق ان يفطر هناك فشل الكبدي يعني الكبد اليوم ايضا واحدة من المشكلات اللي ممكن صاحبها لا يستطيع انه يعني يعني يتم الصيام ما تلي انه بالاخص اللي يعدهم تشم معاك بالكبد وهذا يعني راح يزيد من المشاكل الصحية الى لذلك دائما نقول انه قسم من الامراض نحتاج الى فترات زمنية قريبة لاخذ علاجات معينة فبالتالي انه انه اذا يعني صمت عن عن هذه العلاجات وقطعة الشرب والماء بالصيام وبالتالي انه انه راح ادي الى مشاكل والله تبارك وتعالى حمانا بدين اسلامي دين الرحمة دين يعني يعني مو دين مشقة وذل ولا دين انه يعني يؤذي الجسم البشري بل على العكس انه دين الرحمة دين الصحة دين العافية ولذلك يعني مسموح ان الله يحب ان تؤتى رخصه مثل ما تؤتى عزامه يعني اليوم انا مسموح لان اصوم ويعني الافضل في الاجر والاكثر بالاجر يعني هذا يمكن احنا اخذناه من الكثير من الشراء في هذا المجال حتى يعني معظم المذاهب تقول انه الرخصة فيها الاخذ فالرخصة هي واحدة من تمام التوكل على الله تبارك وتعالى ويحصل فيها الاجر الاكثر يعني لذلك اقول ان هذه الامراض اللي ذكرتها الاثلاثة هي الفشل الكلوي والقرحة الناشطة والنشطة اي النازفة والفشل الكبدي وحده ايضا من قلتلكم ياه على الامراض اللي احنا ممكن انه نتوقف عن الصيام واننا الحق في ان نفطر السكري النوع الاول اللي ياخذ انسولين هذا ايضا من الامراض اللي ممكن انه احنا نتوقف عن النفطر يعني ونتوقف يعني لا منصوم بهذا لما يكون عندنا مصابين بالسكري لانه اني بحاجة الى ان اخذ يعني جرعات من الانسولين وهذه الجرعات من الانسولين بصراحة تجعل من الانسان يعني بعد فترة بسيطة لازم يأكل على مول يحافظ على انخفاض السكر عنده لا ينخفض باكثر من الممكن وانحنا بصراحة موضوع ارتفاع السكر ما نخاف من عنده بقدر ما نخاف من انخفاض المفاجئ للسكر ولذلك اللي عنده مشاكل سكري من النوع الاول اللي ياخذ حقا من الانسولين عليها انه يأخذ بالرخصة في الافطار في رمضان النوع الثاني من السكر بصراحة لا يكون الصيام الى المفيد ونافع لانه عنده قيمة الانسولين في الدم عالية وبالتالي انه هو يعني بالامكان انه يستطيع انه يشتغل الكبد يحفز الكبد على انه يصرف ما عنده مخزوم من السكريات في جسمه انا اريد اقول انه هذا الموضوع موضوع الاهتمام بالفطر كون انه الحالة مرضية قد تشمل كثير من الاخوة او المرضى انا اسأل الله ان يعافيهم اللي هم راقدين في المستشفيات لأخذ العناية المركزة او لدخولهم للعمليات اكيد هذا يسمح لهم بالفطر وطبعا انا اتكلم اليوم عن هذا الكلام واشوف نفسي انه قد ادخل في موضوع اخر موضوع يعني التشريع في هذا المجال لكنه اليوم الرؤية الطبية والرؤية الصحية تحتم عني انا الزاما انه نوقف الكثير من الاخوة المرضى نسأل الله ان يعافيهم من الصيام بفترات الصيام لفترات رمضان لانه الصيام راح يضرب بهم وقلت لكم انا انه دين رحمة ودين يعني صحة وعافية والله تبارك وتعالى عندما يأتي بالايام هي رحمات ومغفرة وعتق من النيران وهدايا كثيرة من الرحمن الاكيد بلا شك انه هو ما يريد انه يجعل على العباد يعني فد نوع من القساوة ونوع من يعني الاذية في الدسم والنفس الدين الاسلامي دين نقلت لكم دين الرحمة دين يعني يكمل فيه الانسان ان شاء الله الطاعة يكمل فيه الصحة اليوم انا احتاج انه الانسان المؤمن القوي افضل من المؤمن الضعيف ولذلك حبان الله تبارك وتعالى بهذه النفحات وهذه الرخص هي شيء من المباركة بهذا الشهر الفضيل على انه احنا عدنا رخصة انه منصوم وهذا الرخصة الطيبة الالهية والعناية الالهية قلت لكم انه هي دائما تعتني بالبشرية تعتني بها على اكثر مما احنا ندرك اليوم احنا نرجع من جديد نبحث على الدراسات على تجويع بعض الخلايا وعلى الكثير من الحالات الصيام لكنه مع هذا نجد ان الله تبارك وتعالى اعتنى بالبشرية وهذا العناية الالهية الطيبة جعلتنا نكون على صحة وسلامة وعافية وبالتالي يعني الله تبارك وتعالى يزاد حبا بعباده عندما يأخذ بالرخص اريد اكلم انه الخاتمة في هذا الكلام الاخير اريد اقول الطعام هذا لا نسرف ولا يعني اكله واشربه ولا تسرفه ثلث من جسمنا فيه الطعام ثلث من الاكل يعني الى المعدة طعام وثلثه يعني ماء وثلثه هواء وبالتالي يكون ان شاء الله احنا اتممنا معاكم هذه حلقتنا على امل ان نلتقيكم على صحة وسلامة وعافية في برنامجكم سلامتك في رمضان اشتركوا في القناة